ده 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 هيخليني يمكن وانا بتساءل طيب في الشعر وفي الشعر الغنائي برضو بيبقى فيها نفس المسألة طب وشرحتها لي في الس... طب استنى لا تعالى قد خلاص طبعا سيمة احنا فيه قلتلي انا بفكر ان شاء الله اتشجعت بعد شارلي يبقى فيه عندي مصرحية كبير والسينما السينما انا دلوقتي بشتغل على كذا موضوع وبرضو تأكد ان انا ما اجي اشتغل هجيب معايا ولاد صغيرية يبقى معايا وانا بشتغل وانا بكتب ماينفعش الدنيا بتتغير كل يوم اللي كان بتفرج على فيلمك سنة 98 ما بيروش السينما دلوقتي احنا معروف ان السينما بيخشوها من 12 ل 27 سنة ده جيل مقتلف تماما ده جيل لما عملت همامه صعيدي كان عمره سنتين فده جيل طلع ببفرادات تانية احنا عجزنا وهو سلانج لانجووجيز وحقا دي حقيقة انت صغير مالا انا اقول ايه على نفسي لا لا اربونك صح فانت طول الوقت بتدور على الشفرة انا مش حنسى لما خيري بشارع مالا مع مواد ايس كريم في جليم وهو استاذي قال لي انا بتعامل معاك انت اكثر شبابا مني ايه فاحنا لازم نمد ما بيننا شريان المعرفة والموهبة اخد منك وتاخد مني فانا تعلمت هزي الحكمة ان انا دلوقتي لازم نتعمل مع حد اصغر انقل لنبض الناس الاصغر لازم تتصالح مع الجديد والاجيال الجديدة والمفردات اللي بتتغير واعظم مثال على كده عمر دياب الاستمرارية الاستمرارية واي حد يعرف يستمر متجدد طول الوقت خلاص متجدد طول الوقت وعاد الامام صح عمد مونير صح عاد الامام لقد فضل لغاية فين هو لغاية سنتين وربنا اديله الصحة وهو واخد وطول الوقت بيدخل دام جديد استراحة محارب لكن هو عاد الامام فضل لغاية اخر لحظة الناس بتتفرج عليه صح عبد الوهاب او عبد الوهاب عبد الوهاب بليغ اسم عقراء بليغ في المطربين الجداد تعرف قدي الراجل ده متطور لما قالوله بيغلطه قالوله بيغلطه احسن ما بيطاله غنى اللي بيغلط هيصحة هيصحة لكن انا لما عد هاجمه هيبطل غنى هي دي العقليات اللي بتبقى من نسبة لنا لما تقرى انا ما عارفش انا بنكش الموضوع على موضوع ده كويس ده احلى متقرى مستقبل مستقبل الثقافة مستقبل الثقافة مستقبل الثقافة طاحسين لطاحسين عميد الادب العربي الراجل كأنما يرى ببصيرته وليس ببصري ما نحن فيه من ازم الثقافة العربية صح وكاتبه من كام سنة ثمانية واربعين حاجة واربعين ثمانين سنة بالظبط ثمانين سنة مستقبل الثقافة العربية دول اللي احنا تربين عليهم ما ترجع بقى الشبرة ما كاتش الشبرة بقى كات مصر ان احنا دول اسد زيتنا انا بفتح التلفزيون الاقي نجيب محفوظ وطاحسين ومحمود امني العالم وانيس منصور بعمله حوار اه مع ليلة رستم فانا بتفرج على دول دول اللي انا بتفرج عليهم فانا متربي على كده جيلي متربي على كده شبرة متربيه على كده ومصر كلها متربيه على كده انا دايما اتذكر المقول ضعط الدكتور طاحسين لما اسد زلالة رستم بتقول له تقول نصيحة ايه يا دكتور للجيل الجديد طبعا الجيل الجديد اللي قاد كان فيهم موسف السباعين وكان فيهم محفوظ وانيس منصور وبعدين يقولها فأخذ عليهم انهم يكتبون اكثر مما يقرأون تتفاض تخيل دول تخيل دول محفوظ نوبل لا واستدتني بلهم محمود امين العالم محمود امين العالم محمود امين العالم بعد كده ساب الادب واتجه الا التفكير السياسي لاجه انت تخيل ان هذا هو ده برضو بيحطنا في اشكالية مهمة جدا انت بتقيسق على ايه عشان تحكم المصطرة فين المصطرة فين انا مصطرت هنا طاحسين فشايف نجيب محفوظ قد كده لكن انت مصطرتك دلوقتي مين وبتقيس على ايه فتلاقي بيست سيلر وتمسك الكتاب ما تلاقيش فيه اي حاجة بطيف خلاص وتحولت الثقافة الى سلعة استهلاكية زي التلاجات اخد بالك فمستقبل الثقافة اللي عانى بيه طاحسين من ثمانين سنة هو ما نراه الان دول اسات زيتنا يا بغتك بقى ساد زيتنا دكتور